اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيز المستمعين واسعد الله ووقاتكم بكل خير وحياكم الله معنا في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دايما إذاعة نور دبي في هذا البرنامج مستمعين نفتحها فقد تواصل معكم لاستقبال رأيكم ملاحظاتكم اقتراحاتكم كل ما من شأنه أن يساهم في تطوير القطاع الصحي في دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام وإمارة دبي بشكل خاص فأهلا ومرحبا بكم في هذه الساعة الإذاعية التي نتمنى أن تكون إن شاء الله عامرة بالمعلومة المفيدة لكم في طريقنا نحو نمط الحياة الصحي والسعيد في البداية رحب بفريق العمل معنا في التنسيق كالعادة المبدعة ميرا الإغفلي صبح شاء الله بالخير ميرا واليوم معنا في الإخراج عيسى سبيل عيسى سبيل من زمان ما طلعت معنا على فكرة عيسى ترى أول حلقة بدأنا فيها البرنامج كان هو مخرجنا فسعيدين دائما لما يكون موجود معنا على الهواء هذه تحياتي أيضا محدثكم محمود يوسف العلي وإن شاء الله نبتدي معاكم فقرات برنامجنا ولكن قبل ما نبتدي ميرا شوفيلي إذا الزميل يوسف سعد بيكون موجود معنا حاضر يعطينا رسالة لأنه متواجد في واحد من الفعاليات الخاصة بهذه الصحة أيضا وأنا ياي أسمع برنامج البث المباشر كان يتكلم بعمر عن أنه في مسج كان ياي شكرا الصحة ولدي يوصل العيادة مريض بدل ما يعالجونه يردونه بسبب أنه بروحة من غير ولي أمر يعني يرجع ويتعب ويموت عادي هذا الكلام يا جماعة الخير يعني محتاج رد بعمر يزاه الله خير ما قصره لكن نسى بعض الأمور هذا قانون من سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل انهيان رئيس الدولة حفظه الله قانون معمم على جميع مزودي الخدمات الصحية في القطاع الحكومي والقطاع الخاص ليش؟ لأن هذا في حفاظ على صحة أعيالنا فضروري جدا لأنه في النهاية بيأخذ علاج هذا العلاج يفترض أنه يكون هناك موافقة من ولي الأمر على استخدام هذه الأجوية استخدام هذا العلاج فما يستوي شخص ما تجاوز السن القانونية بيب خليه يوقع على هذا الإقرار أو أنه يكون عارف أن هذا الإقرار بالعلاج هذا هو العلاج السليم باتر لا سمح الله إذا صار في الولد شي نتيجة هذا العلاج بتقول أنه ولدي رده ما عالجه ولا بتقول أنه ولدي عالجه غلط وبتدخل في مساءلات قانونية إذن هذا قانون من سيدي رئيس الدولة ويشمل جميع مزودي الخدمات الصحية وبعدين ليش الولد القاصر يروح مستشفى ولا يروح يتعالج يا الطرشة مع سوري يعني الطرشة مع دريول ولا الطرشة مع شسمة مدبرة المنزلة سميه أنا وين الأب والأم ولدكم هذا مريض الطرشونة بروحة ليش ما يستوي صح ولا أنا غلطان عيسى عموما كان هذا هو الموضوع لأنه يا جماعة الخير حافظوا على صحة عيالكم عنا يوسف يوسف موجود معانا يوسف أول شي خبرنا صبحك الله بالخير سامحنا عد بدين نحن اليوم على المسج شوي كان يتحدث عن أن يرجعون المرضى لا المرضى ما يرجعون ولكن هذا قانون من سيدي رئيس الدولة يوسف أنت وين خبرنا شو الرسالة اللي بتعطينا صباح الخير محمود صباح الخير أعزائي المستمعين ومتابع برنامج صحة وصعادة محمود أنا حاليا في فندق جراند حيات حيث تطلق هيئة الصحة في دبي الدورة الثانية من برنامجها المميز الطموح برنامج التدريب والتنمية المهنية لقيادات الهيئة رواد الصحة من الآن محمود معالي حميد القطاني يطلق البرنامج ويؤكد على أن العنصر البشري وتطويره وتدريبه هو المدخل الحقيقي لعمليات التطوير الدورة الثانية محمود بتنطلق إلى مجموعة أخرى من الصفوف الوظيفية والمستويات الوظيفية بناء على ما حققته الدورة الأولى من نجاحات مميزة التي نصدتها الهيئة وحققتها بالتعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية الدورة الدورة الثانية تبدأ منذ اليوم وتمتد حتى ثمانية أشهر المقبلة بيتخللها برنامج عملي وتطبيقي وزيارات ميزانية من بينها سيكون هناك سبوعا حافلا من التدريب المكسف في إحدى المؤسسات الصحية المرموقة في أمريكا لمجموعة المستادفين من التدريب والتنمية المهنية جميل طيب يوسف البرنامج هذا برنامج تحدثنا عنه بالأمس حقيقة برنامج عامر عندك فكرة كم عدد المنتسبين في هذه الدورة هو العدد مش ما حضرنيش حاليا محمود لكن المستادفين التركيز كله على مجموعة من المنظفين أو الكوادر البشرية الطبية في المستشفات يعني الدورة الأولى كانت تركز على مجموعة من الإداريين ومجموعة من الكوادر البشرية الطبية في هذه الدورة جديدة تركيز على مجموعة الأطباء مجموعة المسؤولين والمختصين في المنشآت الطبية للهيئة طبعا لتعزيز قدراتهم القيادية والإدارية في مجال الإدارة الصحية نحن شاكرين لك يوسف سعد زميلنا من فندق جراند وأيضا يمكن نقل لنا بعض تفاصيل تخريج الدورة الأولى من رواد الصحة وأيضا انضمام الدورة الثانية من الموظفين والقيادات في هيئة الصحة شكرا جزيلا لك يوسف أفضل طيب هنا عندنا تقول أم سعيد تقول إذا الولد كبير ابو 16 و17 سنة أعطيه مسؤوليته ويوم يصير العيادة يقول تعالي أمي ما طاعه يعالجوني أم سعيد القانون واضح هذا لما أنا أقول مثلا القانون يقول السن القانونية 18 سنة وهذه ممارسة عالمية هذه يعني مبهية الصحة هي حاطة القانون من بكيفه وقائلة لا هذه ممارسة عالمية وقانون من سيدي رئيس الدولة فنلتزم بهذا الموضوع وندل أجانب يعني الولد لين 17 سنة وهلا موجودين يوم يصير يتعالج ليش يعني نحن عندنا 16 سنة ولا 17 سنة القانون يحاسب فهذا الموضوع يعني سامحونا هذا ما نقدر نتكلم فيه ولا نقولكم ولا ممكن نقول أنه لا ممكن يتغير القانون ولا شيء لا القانون الذي يقول أننا نلتزم به وهذا قانون اتحادي طيب نقرأ دراستنا دراستنا اليوم حلوة على السريع يشر لي فاصل عيسى ناخذ الدراستي على السريع جماعة الخير وبعدها نطلع فاصل دراستنا تقول ميرا سمعي توصلوا علماء جامعة مونتريالي لأن العمل في الورديات الليلية ضار جدا بصحة النساء لأن إهمال النوم والعمل في الفترة الليلية يزيد من احتمال الإصابة بصرطان الثدي وتستند استنتاجات العلماء إلى دراسة شملت 13 ألف امرأة في أوروبا واستراليا وأمريكا يرى العلماء أن السبب يكمن في اضطراب الإيقاعات اليومية أي تقلبات مختلف العمليات البيولوجية في الجسم التي تجري في أوقات دورية معينة ارتباطا بوقت النهار والليل وفترة النوم والليقظة ووفقا لهذه الإيقاعات تجري في الجسم معظم عمليات الأيض وإفراز الهرمونات ويمنع اضطراب نظام النوم إفراز هرمون الميلاتونين الذي يتمتع بتأثير مضاد للأورام وبدأ الحديث عن ضرورة الالتزام بالنظام اليومي منذ القرن التاسع عشر وفي القرن العشرين ظهرت انهتائج دراسات علمية جدية اجريت في الاتحاد السوفيتي والماني والولايات المتحدة واليابان وفي الهند ان الفائدة الصحية وانتاجية العمل كانت اعلى عند الالتزام بالنظام اليومي الطبيعي طيب ناخذ احمد عيسى على السريع اذا تسمح لنا يعني في عنا ثلاث دقائق يزاك الله خير ناخذ احمد احمد فضل فضل يا احمد يا حياك الله كيف حالك عادة اختصر لي عادة سريع لان عيسى يبرج بعينه يعني اول شيء سيدي حضر صاحب السمو رئيس الدولة وقراراته نعم عارف انت قلت ان مريض جاء العيادة ومعالجه ورجعه مم مم يعالجونه ما اه احضر انا بعطيك النبضة شكال فضل يا سيد فضل انا وليل عمر حديت بالبنت وديته يوم السب عندها علم من السنان معين عنك الشر تمت طول الليل صباح يلا يلا وصلتها العيادة قال اليابو استغفر الله اليوم ما في هذا ما في قسم الاسناب عندين حل مني مني قالوا ما في الحمد الليل باتر عندين عطوها لاجم ساكن هذا يوم الثاني رحت المتبسة وساعة عشر تسعة ونوص لحق المتبسة ساديب من ترساوين أنا ساكن في الورق الرابع ومندرسها في العوائل لما وصلنا العيادة ساعة عشر لو وصلت عندها الكونتر ولي خلاص من تسكن أجمعات حاول وبدلوا قزة ما في خاص انتع كيف انتع ابن تعاني من عامس واليوم أنا يعني ما يصير حاول يبدين عن دكتور أي دكتور أي شيء يعني تعاني يا شاء زالي يومين في أي مركز هذا مركز البداء مركز البداء المهم قد قزة ما في أعقاب للطبيب يمكن الله يهدي وعنده قالت له هاي لطبهم اللي مقارنين ونحنا عندنا وامر يا جماعة الخير يكون مريض انتوا سكرون الباب على البوية وبعد وقت عن ساعة هاش وانا معنا خريطة الطريق في هذا ويا الله مدرسة وترجعهم ويا الله يوصات عند الطبيبة وليس كسر بيض لوجهها قالت لي هاي هاي غريبين كيف ولي يقولوا انتوا واو مركز وانتوا قال له بعد في وقت كيف اللي مركز يعني اشكالية تحصل عند تسجيل كأنهم يعني يتصرفون اشياء يعني ما ادري انتوا لاتم تابعون في هذا الموضوع وانتحاد المسؤولة انتوا كيف تراجعون المريض ودون ما تذكدون من حاجة مثل ما الشخص هاي اللي قلت انت هالورث احمد خلك على الخط خلك على الخط بس بطلع فاصل وبرجع معاك لانا ما بغي اقاطاك وبعطيك حق لانا ما في مقاطع بس انا بحبيت انبه على اساس انتوا فيه طبعا الدائرة مقصرة وانتوا مقايمة بواجبكم كل واحد بس فيه اخطاء يحصل من قبل بعض الاشخاص ويجب اني يحل هذا الاشكالية حتى الناس باتعاني وما تذكر احنا مستشوىاتنا منحظة مستشفى وكل الامور الموجودة بفضل الله احمد بومنو انت بومنو احمد بومشعل ما عليك بومشعل خلك وياي على الخط خلني اطلع فاصل وبرجع صحة وسعادة اصعد الله وقاتكم مرة اخرى مسمعين الكرام وحياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة رقام التواصل معنا 600551414 او عن طريق الرسالة النصية على 4006 كنا قد توقفنا قبل الفاصل مع المستمع احمد بومشعل بومشعل سامحني عادنا طلعت فاصل وبرجع اكمل معك تفضل يا سيدي حاضرين طالما ما علي حاضرين جزاك الله خير طيب بومشعل انت كنت تتحدث ان توجهت الى التسجيل في مركز البدع ما حصلت التسجيل ما سجل والبنت عندك على اساس انها تتعالج وبعدها بعد ما كلمت الدكتور وكذا انها دخل والبنت تتعالج هذا الكلام سليم نعم اوكي سيدي انا باخذ رقم تلفونك مع الاخ ميرا وبيتصل لهم تعطيهم الوقت والزمان والمكان وكيف صار هذا الموضوع بيتصل لهم بياخذ كل التفاصيل معك بعد البرنامج حد بيتصل بك من صفر اربعة هذا جانب الجانب الثاني انا اريد انوه لشغلة معينة اولا عيادات الاسنان اذا كانت الحالة طارئة تتعالج على طول اذا الحالة طارئة اذا تم تقييم الحالة بانها حالة طارئة يجب ان تعالج على طول هذا نقول لك اياه من تصرفات بعض الاشخاص يعني ما نقول الدائرة لا مكرمة معتومة لا الدائرة والخوادر فيها ناس ومهما شكرنا ما نريد حقهم واجب ما ديقصر في بعض الامور يحصل يجب ان الجماعة يأخذون الامور بسلط عمل انساني اهم شي انا اكد لكن الموضوع يعني قدر الامكان الجماعة يحاولون قدر الامكان انهم يسيرون العمل ولكن اذا ما كانت الحالة طارئة انزين شو اللي يصير اللي يصير انه يشوف جدول المواعيد اذا يحاول يقدر يدخل في اقرب موعد هذا واحد لان الاسنان بالتحديد موضوع شوية صعب انزين في عملية كنت تسوي عليها كنت ترون لان مواعيد الاسنان انت الطبيب ممكن يشوفك ما بين اربعين الين ستين دقيقة يتعامل مع مريض واحد بعد ما يخلص المريض شو اللي يستوي بومشعل يتم عملية تنظيف الغرفة وتعقيمها تاخذ ما بين عشرين الى خمسة وعشرين دقيقة عشان المريض الثاني يجهز انه يدخل هذه الغرفة فتخيل عدد الموظيفة هذه الامور كلها يحاولون قدر المكان احيانا شو اللي يصير الطبيب من تطوعا من نفسه ممكن يقعد ساعات عمل زيادة ونحن يعني يزاهم الله خير هذا نوع من التميز في الخدمة من عندهم وهم يزاهم الله خير يعني ما ازايد عليهم لكن معظم الاطباء يزاهم الله خير متعاونين في هذه المسألة وماخذينها بشكل بشكل حبي فيزاك الله خير على الملاحظة هذه بالتحول ان شاء الله عطهم التاريخ والتايم أنا ما بغي يعني انتم شو هذا ملاحظة وجهت لكم انتم والدائرة ونحن عشان شذا نحن بيتصلون فيك بش تنبهون حتى هذا الموظف يعني ينبه أنه أنت موظفة ويموظف لا تصرف من عندك في أمور يوصل بهذا المكان وخاصة أن المرض ضدها أنت ما تفضلت يعني صحيح وغير وغير إذاك الله خير إذاك الله خير يا أبو مشعل أنتم تأخذون بعين الاعتبار وما تردون المريض يعني أنا والله أنا اللي زعلني يعني يومين مسكين أنا بروح مو مشكلة لك إن البنت تعرف موقف يعني يتي يوم السبب أنا عندي اقتراح إنه لو تكرم دائرة وتحط يوم السبب ألقى الطبيب أو طبيعا في الدوام أنا الآيادة مقطوحة بس قسم الأسنان ما في أحد وفي الأسنان وهذا مشكلة عندما تصدل صحيح طيب أحسن أطفال ومشعل أنا بس سامحني والله عشان الوقت وأنا ما أبغي أقاطعك والله العظيم ما أبغي أقاطعك الله يحفظ كي سيدي أحسنت يزاق الله خير لا بالحل هذا البرنامج لكم يا أبو يا أبو مشعل الله يحفظ لا لا نحن نتكلم عن السن القانونية السن القانونية هذا قانون من رئيس الدولة هذا أبو مشعل صدقني في حالات كثيرة صارت كان يعني هذا يعد تجاوز للقانون والتجاوز هذا يحاسب عليه الطبيب إذا سوا بهذا الشكل عرفت كيف ودخلنا في مجالات ثانية ما يمنع أنت شوف ما شاء الله عليك يومين تراكض تراكض مع بنتك يزاق الله خير هذا اللي نتمنى نحن هذا اللي نتمنى من أولياء الأمور ما شاء الله عليك هذا اللي نتمنى من أولياء الأمور إنهم يجابلون عيالهم يتابعون صحتهم يتابعون المواضع أبو أحمد أنا عندي دكتور هنا في الستوديو يترياني بس أبتدي معاه الحوار فسامحني عادة وبيتصلون فيك عطهم كل التفاصيل والمقترحات اللي عندك سامحني يا أبو مشعل طيب سامحوني نحن طولنا يا أبو مشعل دكتور سامح نخذنا من وقتك ولكن نحن دائما نقول هذا البرنامج للجمهور أي حد عنده أي مداخلة عنده أي شيء ندخل ونفتح المجال له دكتور وليد الفيصل السشاري طب صحة عامة شعبة صحة المدارس والمؤسسات التعليمية بإدارة الشؤون الصحية صبحك الله بالخير سعيدين جدا بهذا اللقاء ونتمنى إن شاء الله نقدم معلومة جيدة في البداية دكتور موضوعنا الرئيسي ما نتكلم عن الربو كيف يمكن أن يتعايش الطلاب مع الربو في المدارس أعطيكم العافية وشكرا للاستضافة الممكن نعرف الربو على أساس أنه هو مرض رئوي مزمن يصيب للطرق الهوائية ويتميز بوجود حالة التهابية في السبيل التنفسي الحالة الالتهابية هاي تقود لوجود حساسية معينة في السبيل التنفسية تجاه بعض المحفزات اللي بتأدي لظهور النوبات وتفاقم الحالة وبتأدي لظهور بعض الأعراض نسميها الأعراض الباكرة أو الأعراض المتأخرة ومن المهمة كثير أنه نتعرف على الأعراض هي في مرحلة هالباكرة مثل السعال وضيق بالصدر والتنفس من الفم إذا تعرفنا على الأعراض بصفة باكرة ممكن إحنا نساعد بالمعالجة بأول ظهور الأعراض أما إذا تركناها أنه تتفاقم وتوصل لتسرع التنفس وظهور الوزيز وظهور الضيق بالنفس فممكن تكون المعالجة ساعتها أصعاب بشوي لازم نعرف لحتى نتعايش مع المرض أنه المرض يعني لا يمكن الشفاء منه ولكن يمكن السيطرة عليه جميل هينغطر مهمة جدا يمكن السيطرة عليه بحالتين الحالة أولى تحديد المحفزات وتجنبها والحالة الثانية تحديد المعالجة الضرورية وأخذها في الوقت المناسب جميل هنا دكتور أنا بغير تكلم عن دور أهل الطلاب أو أولياء الأمور بما أنه كان بمشعل معانا وكان نموذج جيد لي ولي الأمر اللي يخاف على صحة عياله ويتكلم عن دور أولياء الأمور في مساعدة أبنائهم المصابين بالربو إذا حددنا المحفزات بأنواع فممكن تكون هذه الأنواع هي محسسات مثل غبار الطلع بمواسم الربيع مثل عث الغبار مثل المايتس أو العفن اللي موجود في البيئة الرطبة والمهيجات مثل التدخين والروايح المختلفة أو العدوى الفيروسية في بعض الأحيان والرشح أو الجهد البدني فمهم كثير لأولياء الأمور أنه يعرفوا أنه في محفزات معينة تتناسب مع كل حالة من حالات الربو وكل طفل أو طالب مصاب بالربو بيكون عنده نوع معين من هذه المحفزات النقطة الأساسية بالسيطرة على الربو أنه يتعرفوا على هذه المحفزات اللي هي بتأدي لظهور النوبة أو تفاقم النوبة عند أطفالهم ويحاولوا يتجنبوها بشكل كثير كبير ممتاز هذا الكلام ينعكس حتى على المعلمين يمكن لو لها الأمور شوية أقرب للأطفال ولكن المعلمين كيف ممكن أنهم يتصرفون مع الطلاب اللي مصابين بالربو طبعا المعلم له دور كثير كبير باعتبار هو اللي على تماث مباشر مع الطالب وإذا عرفنا من الأحصائيات العالمية مثلا في الولايات المتحدة الأمريكية يوجد تقريبا 10% من الأطفال في المدارس مصابين بالربو وبالتالي إذا قلنا أنه في عنا الصف بيتسع لـ 30 تلميذ معنى ذلك في الصف الواحد ثلاث حالات تقريبا وعننا بدبي بإحصائيات المدارس الرقم ما بيوصل لها بيوصل لـ 1% بيوصل لـ 3% 3% معنى ذلك الصف اللي فيه 30 طالب فيه 1 مصاب يعني كل معلم أمامه يتوقع أنه في عنده طالب مصاب بالربو وبالتالي عليه أنه يتعرق أولا فيه شيء من سميه خطة المعالجة الفردية كل طالب مصاب بالربو بتنعمله في المدرسة خطة تدبير فردية بيشترك فيها الأهل والطبيب المعالج والمسؤولين الصحيين في المدرسة والإدارة المدرسية وبالتالي على المعلم أنه يحصل على نسخة من خطة المعالجة الفردية ويتعرف على شو مستلزمات معالجة الطفل لحتى يكون جاهز لها في حال ظهور الأعراض يتعامل معها في حال ظهور نوبة ربوية بحاجة لأسعاف كمان يتصرف بشكل مناسب والنقطة الأهم أنه يتعرف على المحفزات عند الطفل ويحاول يحذفها من الصف المدرسي هذا يقودني دكتور السؤال عن خدمات هيئة الصحة التي تقدمها هل ننضمن خدماتنا نحن نعطي مثل هذه التوضيحات للمعلمين أو مثل هذه الورش العمل وكيف ممكن نحن نقدم خدمات أكثر لعلاج والتعايش مع الربو في المدارس طبعا نحن نقسم الرعاية لثلاث مراحل الرعاية أولية وثانوية وثالثية ففي الحالات نحن كرعاية صحية أولية مسؤولين عن الرعاية الأولية ونتوجه للمدارس ببرنامج الصحة المدرسية اللي يقدم عن طريق قسم الصحة المدرسية بالهيئة وبالتالي العناصر الأساسية اللي موجودة في البرنامج هي التثقيف الصحي ومن ضمن عناصره توعية المعلمين والطلبة وآباء والآباء بشكل عام حول الربو وحول سبل المعالجة والسيطرة عليه جميل جميل دكتور نحن يعني قبل ما نختم معاك نبغي كلمة أخيرة تبغي توجهها نصيحة عامة تبغي توجهها للمستمعين المحفزات بأكد عليها أنه هي أهم شيء بالسيطرة على الربو باعتبار أنه هو مرض مزمن لا يمكن الشفاء منه وإنما يمكن السيطرة عليه وبالتالي تجنب المضاعفات المستقبلية وجعل أهم فائدة منحصل عليها تجنب غياب الطفل عن المدرسة فإذا سيطرنا على المحفزات قدرنا نضمن أن الطفل ملتزم بدوامه في المدرسة وملتزم بتحصيله الدراسي وملتزم بممارسة كل النشاطات اللي بيمارسوها زملائه في المدرسة شكرا لك دكتور وريد الفيصل استشاري طب صحة عامة بشعبة صحة المدرس ومسلسات تعليمية بإدارة شؤون صحية نحن شكري لك هذا التواجد وإن شاء الله بتكون لنا لقاءات قادمة كثيرة إن شاء الله للحديث عن كافة المواضيع اللي تخص الصحة المدرسية شكرا جزيلا دكتور شكرا لكم إذن نطلع فاصل مستمعين بعد الفاصل ما يتحدث عن كيفية التعرف على المسن المكتب بتكون معانا الدكتور زينم فتحي أخصائي طب المسنين بمستشفى راشد فابقوا معانا ولا تذهبوا بعيدا صحة وسعادة صحة وسعادة سعد الله وقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام وحياكم الله معانا في برنامجكم صحة وسعادة أرقام التواصل معانا مستمعين ستة صفر صفر خمسة خمسة واحد أربعة واحد أربعة أو عن طريق الرسالة النصية على أربعة صفر صفر ستة المحور الأخير المنتكلم في أنا هذا المسج مير الله يخليك يتصلي فيه هذا اللي يبغي معلومات عن دراسات والبحوث عن تعدد الزوجات كيف تكون إيجابية على الرجال والنساء كل يوم يطرش لي مسج يتصلي فيه أبغي على الهوى اللي هو ما أدري منه شاسمه بس طلعي لي ياعل هو إزيه؟ شوفي إذا عندك الرغمان وتطلع معانا على الهوى تتكلم مو بتطرش لي مسج وتقول لي شاسمه عموما نحن موضوعنا ما نتكلم عن الحديث عن كيفية التعرف على المسن المكتب معانا الدكتورة زينة فتحة السيد أخصائي طب المسنين بمستشفى راشد صبحت الله بالخير دكتورة أنا أبغي بس بتحركيلي المايك تقربينا من ثمت دكتورة يعني الاكتئاب عند المسنين هذا موضوع مهم جدا في بيوتنا كلنا إلا ما يكون في عندنا شخص مسن موجود عندنا في البيت لكن نحن ما نعرف إذا كان هذا عند اكتئاب ولا ما عند اكتئاب أنا الشخص العادي يمكن ما أعرف إذا عند اكتئاب فهو بالت المسن فهني أبغي أتكلم في البداية عن مؤشرات الاكتئاب عند المسنين مؤشرات الاكتئاب عند المسنين يعني كبيرة شوية كتير قوي بتختلف من شخص لآخر المشكلة أنها ممكن بتعدي عادي مع الأسرة أو مع المجتمع لأنه بيعتبروا أنه دوت شيء عادي مع تقدم العمر صح من أول المؤشرات دي أنه بيبتدي المسن يحس أنه مالوش كيان أو مالوش أهمية في البيت بعد ما أدى رسالته ووظيفته كأب أو أم صحيح بيبقى منعزل مهمش بيبقى مهمش منعزل ما بيحبش الانخراط في في النشاطات العادية اللي كان بيعملها آآ أو أنها تلاقيه كثرة الشكوى إحنا بنسميها بماء بمصطلح طبي سايكوسوماتيك إن هو يبتدي يقول لك شكاوي كتير جداً بحيث إن هو يعني دي بتبقى إشهارة كأنه بيديك فلاش فلاش لايت كده إنك أنت آآ لأ بصيلي أنا محتاج اهتمام آآ يبتدي يشتكي من ألم في المفاصل آآ يبتدي يشتكي من بعض الأوجاع صداع المستمر آآ أوجاع في ظهره من غير ما يكون فيه سبب عضوي واضح للمرض ده أوكي فهذه تعطي بعض المؤشرات طبعاً لأنه خصوصاً لو ما كانش فيه وراح قريدي لأن السبب في النهاية يبغي الاهتمام هو عايز عايز الاهتمام يبغي يبغي يعمل لك تانشن أنتبه لي أنا محتاجك هاي أنا موجود انتبه لي آآ زي دكتورة آآ الأسباب اللي تأدي للكتاب هل هو فقط عملية أنه يمكن اللي موجودين في البيت بشكل غير مقصود يروحون يعني ما يعطون هذا المسن الاهتمام أم هناك أسباب أخرى تساهم في عملية تعزيز الاكتهاب عند المسن هناك أسباب تانية طبعاً الأسباب اللي هي البيولوجية أو الأسباب الأمراض اللي موجودة أساساً عنده المسن بيبتدي مع تقدم العمر بيبقى عنده أمراض مزمنة زي السكر والضغط والقلب قتل وقلطة في المخ أصبح قعيد صح عنده أقرأ بعض العمليات أنه هو ما قدرش يرقعتين يمشي هشاشة العظام في حد ذاتها والله دكتور أنا سامحيني بقاطعتش بالخير ولكن لأنه يعني هذا اللي ذكرتيه للأسف الحين حتى مش في المسنين يعني أنا قاعدين نشوفها حتى في سن مبكرة أكثر بس هذه للأسف لنمط الحياة الغير الصحي اللي يتبعوني ولكن سامحيني جاطعتش تفضلي فده الواحد هو بيدخل المسن في كتاب أنه هو بيشوف نفسه مش بعنفوانه وصحته زي الأول لا بالعكس هو كده بيقترب من حد الموت فبيدخل في أفكار سلبية بالنسبة له غير أنه هو بيحس أنه هو عبء على اللي موجودين معاه في البيت فده برضو فكر سلبي هو بيدخل فيه أو الأسباب النفسية اللي هي تدور حول الفقدان فقدان شخص عزيز عليه سواء من أصحابه أو الزوجة أو الزوج أو أحد من الأقارب فقدان العمل فقدان المادة كل ما زاد نسبة الفقدان بالنسبة للمسن بتزيد عنده نسبة الاكتئاب أو تعرض له الاكتئاب هني عايشة تقول هل هناك أسباب أخرى الاكتئاب المسنين ترىها قاعدة تذكر الدكتورة المعظم الأسباب في أسباب ثانية دكتورة طبعا الاهتبام اللي هو الاجتماعي من الأسرة لما يكون طبعا مع انشغال الأفراد الأسرة بالعمل والمدارس والأبناء فمهم ان احنا نحيط المسن بجو عائلي عشان يبقى فيه نسبة سعادة بالنسبة للمسن في البيت طيب الحين كيف يجب علينا ان نتعامل مع المسن المكتئب؟ أول حاجة نعرف ان هو مكتئب بنلاحظ طبعا الأعراض اللي قلناها في الأول زيادة على دي الأرق المستمر قلة الشهية عدم الاهتمام بالنظافة الشخصية أو الاهتمام بنفسه زي الأول كل دي مؤشرات بتديني أعرف ان ده في حاجة غلط ما بقاش ما بقاش زي ما كان الأول بنفس الموتيفيشن أو النفس النفسية اللي كانت عنده قبل كده فلازم عرضه على طبيب لازم عرضه على طبيب لخبرة مع التعامل مع المسنين بالنسبة للمرض اللي اكتئب طيب بما أن تشتت ذكال في نعرضه على طبيب أنا بغي يعرف شو جهود الهيئة هيئة الصحة اللي تقدمها في مجال الخدمات اللي تقدم لكبار السن في قسم كبار السن احنا عندنا في هيئة الصحة في برانش كبير اللي هو بنسميه الجيرياتريك أو اللي هو طب المسنين تحت إدارة الدكتورة أمل الجزيري فيما يتعلق بالعيدات الخارجية والزيارات المنزلية شو اللي تقدمونا من خلال هذا القسم دكتورة؟ بالقسم دوت إحنا عندنا مقسوم في مستشفى راشد في قسم عناية الحالات الحارجة للمسنين وبالنسبة للعيدات الخارجية والزيارات المنزلية في فريق طبي كامل متكامل بيبقى فيه زيارات منزلية للمسنين اللي ليس لهم القدرة أنهما يوصلوا للعيدات جميل فيه أشياء معينة لازم نسويها بالنسبة للمسن أحيانا دكتورة يعني نتكلم نحن عن الالتزام بنظام غذائي صحي بالنسبة للمسن تعال أقنع المسن أن يلتزم بنظام صحي غذائي هذا واحد أثنين دكتورة كيف يمكن لنا أن نغير عقلية المسن بأنه ممكن نخليه شوي أكثر فعالية في المجتمع يدخل أنشطة طوعية لمساعدة الآخرين نعزز مثل هذه الأمور عند المسن كيف أقدر أقنعه أنه ممكن يتصرف بعد التصرفات الصحية لأنه هي عملية تقنعهم هي الصعوبة تكمن في عملية تقنعهم طبعا لأنه لو لو أنت دي جت له من ناحية أنه هو ده شيء إجباري ده دي واجبات وأن كلمة يجب دات المفروض الواحد يبتعد عنها تماما لازم يبقى فيه ألفة وفيه صداقة بينك وبينه جميل بحيث أنه هو يتقبل نصيحة اللي أنت هتقولها له عشان ما يتفعلش بشكل سالبي تجاه اللي أنت هتبقى عايزه على الرغم أنه هو فيه صحته وفيه هاي نقطة جدا مهمة دكتورا أنه الواحد ما عند كبير سنو يقول له أبو يلازم تسوي كده ما مش هتقبل طبعا ما رح يتقبل مش هتقبل يعني أنت هو يشوفك بعدك الولد الصغير كيف تقول لي لازم أسوي كده هذه مسألة مهمة في عملية الإقناع وغيرها دكتورا لازم تفجأوا دايما أنك أنت فيه اجتماع مثلا مع الأهل جايين مخصوص عشانك أنت جبت له حد من أصحابه اللي ما شفهمش بقالهم مدة طويلة بتبتدي بنفسك عشان هو يقتنع أنه هو يقدر يمشي معاك في الوضع الصحي ده لا إحنا نمشي على نظام الغذائي ده أنا قال لي مثلا الدكتور أن أنا لازم أمشي على ده تقدر تساعدني أن أنا أمشي على النظام الغذائي ده ده أنا رايح مثلا حملة طوعية تيجي معايا عشان أنا هكتسب من خبراتك لأن أنا محتاج لك لازم يحس دايما المسن أن إحنا ما زلنا محتاجين لهم وللنشاطات بتاعتهم جميل دكتور أنت عندكم حملات طوعوية دايما نسوئنها في عندكم حملة طوعوية عن كتاب المسنين بتقوم فيها الهيئة خبرين بس بشكل سريعا أبرز الأنشاطة اللي بتسوونا خلال هذه الحالة هي طبعا الحملة دايات طوعوية بالنسبة إزاي تعرف أن المكتئب المريض ده مكتئب إيه الأهم الأعراض وإيه طرق العلاج المختلفة لأن فيه علاجات مختلفة منها اللي هو مع التنشيط النفسي والعلاج بالأدوية وآخرها العلاج بالكهرباء اللي هي معظم الناس بتخاف منها بس هي بتبقى شيء مهم مفيدة جدا خصوصا مع الناس اللي هي ما بيتجيبش معهم الأدوية ما بتجيبش نتيجة فبنتطر نلقى لها ومع كبار السن ما بيحتاجوش حتى جرعات كبيرة بس النتيجة بتاعتها بتبقى ممتازة تخوف سن ما يخوف لا بيبقى فيها في فريق طبي تبع قسم النفسية في مستشفى راشد بيبقى مسؤول عليها مع قسم التخدير برضو جميل إذن هناك الكثير من الخدمات الأخرى أيضا اللي تقدم في هيئة الصحة من ضمنها دكتورة أنتو تصلون إلى المسنين إلى بيوتهم في أنكم خدمات يعني أن تصلون إلى المسنين لعلاجهم في بيوتهم عيادة كاملة متكاملة فيها الكثير من الخدمات اللي تقدمونها أيضا هناك مركز سعادة الكبار السن اللي موجود عندنا كذلك هناك الكثير من الخدمات اللي تقدم من خلال هذا المركز دكتورة فيه كلمة تبغين تضيفينها كذلك بالنسبة لعلاج المسنين كلمة أخيرة تبغين تقولينها للمستمعين أنا بشوف أن أهم شخص موجود في المجتمع هو المسن لأنه هو أبوي وهو أمي وهو كل شخص كبير داني داني الفرصة أن أنا أعيش وأبقى في مركزي ده جميل إذن دكتورة زينب فتحي السيد أخي سيطب المسنين بمستشفى راشد نحن شكرين لك هذا التواجد نتمنى لكم التوفيق في جميع الحملات التي تقومون فيها وأيضا هذه الرسالة كذلك نوجهها لك عزيز المستمع لك عزيزتي المستمع يعني الاهتمام بكبير السن يعني عطوهم الاهتمام الكافي لأن فيها أجر في الدين في الدنيا وفي الآخرة واللي بتقدم أنت اليوم باتشر عيالك يعني بيقدمونه لك فانتبهوا على كبار السن عندكم هم البركة في البيت وهم اللي دايما يعني يكونون مصدر السعادة في البيوت عموما شكرا لك دكتورة زينب شكرا هني عنا الريال دكتورة وين نشوف تعال يقول الشيء المهم أن ندلع المسن في جميع الجهات المنزمة من قبل أفراد الأسرة مثل مثال اتكلم عن نفسي أمبرعي يدلعني في جميع أمور الحياة المهم نشيل الأوهام شكرا لك يا أبو برعي اللي يطرش مسج عن تعدد الزوجات أحيانا وصار لنا يومين نتصل فيك وما ترد زينبا أتر إذا طرشت المسج ما بقره إلا أنك تطلع على الهوة والدراسات إذا عندك أنت دراسة أعرضها علينا شو راجع أنت في تعدد الزوجات دكتورة لا مستحمعات عموما نحن شاكرين لكم مستمعين يعني تواصلكم معنا كنا نتكلم عن بعض الأمور الكثيرة أيضا أنوه يا جماعة الخير الإشاعات والمسجات اللي يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول أي موضوع صحي أو طبي رجاءً اخذوها من الجهات المختصة والجهات المختصة عندنا في دولة الإمارات معروفة فأخذوا الرسائل بشكل رئيسي من الجهات المختصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ولكن غير كذا لا تنجرفون وراء هذه الإشاعات ميرا الاغفلي كانت معنا في التنسيق في الإخراج المبدع دائما عيسى سبيل وهذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي وحتى نلقاكم إن شاء الله في الغد مع العديد من المواضيع الصحية والطبية نقول لكم حتى ذلك الحين دمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي